الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد الانهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حفظهما الله منوها سموه بأهمية العمل من أجل تحقيق التطلعات المشتركة وترسيخ ما وصلت إليه العلاقات الثنائية من مستويات مميزة عبر استمرار تعزيز التعاون المشترك بما يفتح آفاقا جديدة تعود على البلدين والشعبين الشقيقين بالنماء والاستهار جاء ذلك لدى لقاء سموه بقصر الرفاع اليوم معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بدولة الإمارات العربية المتحدة بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير الماليقة والاقتصاد الوطني وسعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير صناعة والتجارة والسياحة حيث رحب سموه بسعادة الوزير الفلاسي ونوه بالمستويات الإيجابية للتعاون الاقتصادي والتجاري القائم بين المملكة والإمارات وأهمية مواصلة تعزيزه والدفع به نحو مزيد من العمل والتنسيق المشترك بما يلبي المصالح المشتركة ويدعم أهداف التنمية المستدامة من جانبه أعرب معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يليه سموه من اهتمام بتنمية العلاقات البحرينية الإماراتية على مختلف المستويات متمنيا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار ترجمة نانسي قنقر